نظم تجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء يوم أمس إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على قرار حوثي بفرض جرعة سعرية جديدة على تجار الملابس قالت أوساط تجارية إن الجرعة الحوثية على تجارة الملابس والشنط والأحذية والأقمشة والأنشطة المرتبطة بها تبلغ 112% بدون أي وجه حق وأوضحت المصادر أن القرار الحوثي يكبد تجار خسائر فادحة ويحد من قدرة السكان على شراء الملابس خاصة مع بذء الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء القارس وأشارت المصادر إلى أن التجار في صنعاء تعهدوا باستمرار الإضراب حتى تتراجع جماعة الحوثي عن فرض الجرعة الجديدة على سوق الملابس ترجمة نانسي قنقر